أنت يعني دايماً بيقولوا كده فيه مثل أنا مش فاكريه بالظبط بس اللي هو فيما معناه أن الممثل اللي ممثلش على المسرح ممثلش أصلاً فهل أنت مع المقولة دي؟ طبعاً المسرح أصله المسرح سحر عجيب المسرح أنت بتقبضي وقتي بتقبضي من الجمهور وقتي يعني أنت جمهورك قدامك فأنت بترمي الإفي أو بتقولي الجملة أو بتاقي تسمعي السوكسي أو التسقيف فهو ده بالنسبة لك عظمة الموضوع في المسرح طلعي في الآخر تاخدي تحية الجمهور فتلاقي مثلاً فيه ناس بتسقف عادي وبعدين موضوع بتسقف عادي وبعدين حد يطلع في الناس تتكسر الدنيا ده مكسب وإحساس بيخليك تقدري تشتغلي في أي حاجة في أي حاجة إحساس الجمهور اللي في وشك حتى لو أنت مزيعة ولا بتقدمي حفلة أو بتقدمي إفنت معين أو حاجة استقبال الجمهور ده إحساس لا يضهي أي إحساس تاني خالص أصعب صح؟ يعني فكرة أن أنت هيبقى الفيدباك وقتي برغم أن دي حاجة حلوة أنت بتبقى عارف أنت فعلاً متقلق ولا أه أو بتقدم للناس حابة تشوفه ولا لأ بس برضو بتبقى اللي هو فيه هيبة معينة كده وأنت واقف على المسرح طبعاً فيه هيبة وفيه وفيه حاجات كتيرة بتحصل في المسرح مش متوقعة ولازم التعامل معها إزاي وحاجات بتتنسي ومسلين ينسوا قدامك وخط حركة يتغير وإضاءة ما تنزلش وكيومة زيكة ما ينزلش وفيه يعني منشوف بلاوي في المسرح فأنتي برضو فكرة أنت هتقعد يتتعامل مع الحاجات دي إزاي اللي ما هتقف في مساء الخير مش فهم حاجة صعبة قوي فعلاً صعبة يعني أنا حاسة أن أنا مع المقولة جداً لأنه الشخص اللي يعدي بالمرحلة دي ويكمل وينجح فيها أعتقد أنه هو ينجح زي مثلاً في المزيعين برضو الشخص يعني أو دايماً طبعاً إلا مرحمة ربي يعني بس فكرة أنه أنت لما تعدي على الأخبار أنه أنت تبقى عارف بطول أخبار أعتقد أنه أنت ممكن تقدم أي حاجة بعد أكيد أكيد طب أنت كمان ما شاء الله دخلت في المجال الدرامي يعني الحقيقة أنت فيه أعمال كتير قوي طب احكينا بقى عن تجربتك الدرامية الدراما كان بطبيعة الحال يعني لأن هي الأسبق من موضوع الإعلام فكان فيلم الدستاز ده فيلم أنا بعتز به جداً مسلسل الميزان مع غدا عادل صحيح وأحمد فاهمي وبس الخياط ده إخراج أحمد خالد موسى وأحمد خالد من الناس اللي أنا اشتغلت معهم يعني أكتر من عمل بعد البداية والميزان سبع أرواح مع طريق رفعت أنا بعتز بالأعمال الدرامية جداً وبالدراما وإن كان الإعلام خدني من القصة دي شوية بس إن شاء الله أنا يعني حاب أمركز فيها أكتر الفترة الجاية إن شاء الله إن شاء الله وإن هي الأقرب كمان دي هي طب كل فترة كده أو كل جيل بيطلع في آخرها دايماً نجم زي مثلاً هنيدي شايف إن احنا دلوقتي ممكن الشباب الموجودة ممكن في الآخر نطلع نقول مثلاً إن الشخص ده هو اللي بيمثل الجيل ده ولا يمكن قطرة الممثلين أو يعني اختلاف نوع التمثيل أو اختلاف نوع الممثلين شايف إن ده بقى صعب دلوقتي في الجيل الحقيقي هو يعني ما فيش مشكلة إن ما يطلعش يعني ما كله يبقى كويس يعني لو كان هنيدي هو اللي مثل الجيل ده أو خد بإيده تمام لكن الجيل الجديد ده مشكلته في النجاح السريع إحنا بيحصل عندنا التفارات كده نجاح فجأة مفاجئ لحد مش عارفة مين فجأة بقى في حالة نجاح رهيب جداً وفجأة بيطفي أو ما بيشتغلش على نفسه أو خلاص هو تخيل إنه وصل للحطة اللي هو كان عايزها وإنه حيفضل مكمل فيها فإحنا بقنا كتير آه ما فيش مشكلة إن إحنا نبقى كتير خالص بس المشكلة إن إحنا نكمل كتير كل ما كملنا وإحنا كتير قوي كل ما كملنا وإحنا فاهمين قوي كل ما كملنا وإحنا بنشتغل على نفسنا قوي ده أهم من فكرة إنه يبقى فيه حد رمز لنا فنشده مع بعض يارب كلنا إنه نبقى نفس رأي يعني لو هنيدي كان الرمز وهو فعلاً الرمز الحقيقي فيارب يبقى عندنا عشرين تلاتين هنيدي كلهم بس يكملوا ما يبقاش الفكرة بتاعت النجاح إنه أنا بفرقع وبعدين بختفي ترجمة نانسي قنقر